في الصدارة والنجم عنده تسعة والهلال هيكون عنده سبعة والأهل هيكون محتاج يأمى التعادل يأمى المكسب علشان يضمن التأهل في الجودة الأخيرة إلى دور ربع النهائي طيب في حالة تعادل الأهلي مع النجم لقدر الله في حالة تعادل الأهلي مع النجم وخسارة الهلال أمام بلاتينيوم الأهل هيبعى عنده تمن نقاط النجم هيكون عنده عشرة والهلال في المركز التالت برصيد ست نقاط وفي حالة تعادل الأهلي مع الهلال في الجودة الأخيرة الأهل هيتأهل للدور ربع النهائي علشان الأهل هيرفع رصيده إلى تسع نقاط والهلال إلى سبع نقاط ده في حالة خسارة كمان الهلال من بلاتينيوم عشان بس إيه؟ يعني أنا بحكي لحضراتكم السيناريات علشان كل اللي بيفكر في سيناريو نعرف إن الموضوع يعني الموضوع متعب بالنسبة لنا عشان نفكر في كل الكلام ده لكن معلش خلينا يعني خليكم معي لحد ما نخلص النقاط دي على خير وبعدها بقى نقول لحضراتكم إن شاء الله اللي هيحصل يعني إن شاء الله تعالى السيناريو الخامس إن الأهلي يتعادل مع النجم والهلال يتعادل مع بلاتينيوم وبعد كده الأهلي يكون قدامه سيناريو هين يتعادل يكسب في السودان علشان يتأهل الدور ربع النهائي والنجم السهلي أكيد طبعا هيبصه هو كمان لتحقي نتيجة إيجابية لقدر الله في حالة خسارة الأهلي من النجم مع تعادل أو خسارة الهلال أمام بلاتينيوم في الجولة المقبلة وانتصار الأهلي على الهلال في الجولة الأخيرة الأهلي يتأهل أيضا للدور ربع النهائي علشان في الوقت ده الأهلي هيكون عنده عشر نقاط والهلال هيكون عنده تسع نقاط وبالتالي النادي الأهلي يتأهل على حساب الفريق السوداني كل السيناريو هات بتؤكد إن شاء الله إن الأهلي في حاجة لتحقيق فوزه أمام النجم الساحلي كمرحلة أولى علشان يضمن بشكل كبير إن شاء الله صعوده ووصوله للدور ربع النهائي خاصة وأن المباراة هتقام على ملعبه في القاهرة في ملعب السلام وديها تكون مباراة طبعا بحضور الجمهور وإنتوا عارفين جمهور الآلي وسحر جمهور الآلي سواء على الفريق أو على الفرق المنافسة اللي بتكون موجودة في القاهرة لكن طبعا كل الفرق أشقاءنا وحبيبنا وبالتالي كمان الأشقاء التوانسة هيكون مرحب بهم بشكل كبير جدا وإن شاء الله تكون مباراة ممتعة فنيا وقرويا وتكون داخل إطار السلوكيات والأخلاقيات اللي بنتمناها من الجمهورين ومن اللعيبة ومن الأجهزة الفنية علشان خاطر الكرة الأفريقية والكرة المصرية والكرة العربية إن شاء الله دايما تكون واجهة مشرفة لأفريقيا طبعا زي ما بقول حضر لكم وجهة نظري بقى اللي أنا شايفها ولنا إن شاء الله أكيد بندي بيها ودي اللي أنا بطلبها من لعيب النادي الأهلي والجهاز الفني نحن نبص على اللقائين على أنهم مبارتين نهائيتين مباراة النجمة تبقى مباراة بالنسبة لفاصلة ثلاث نقاط لا بديل عن المكسب إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى وفي نفس الوقت نخلص المباراة ونركز في مباراة الهلال إننا نحن راحين عند أشقاءنا السودانيين علشان نلعب مباراة قرق قدم فقط لغير المباراة مش هتروح لأي مدى أبعد من كده عايزين نفكر في المكسب وعايزين نفكر في التأهل بنكلم في أسوأ السناريوات اللي ممكن تحصل لنا كأهلوية أو كلا أو اللي فريد الناد الأهلي هو تعادل الناد الأهلي مع الهلال وبالنسبة لنا هيكون الموضوع يعني ها ماشي ممكن نرضى به في حالة إن شاء الله اللعيبة تأديل عليها وإن اللعيبة تبدل أقصى حاجة عندها علشان توصل للمردود اللي احنا إن شاء الله مستنينه وبالتالي فوز الناد الأهلي على النجم السحلي هو البداية والانطلاق الحقيقية في صعود الناد الأهلي إلى المباراة أو إلى دور ربع النهائي من خلاله طبعا من مشوار إن شاء الله إلى المباراة النهائية ده كده كل السيناريات اللي حضرتكم محتاجين تسمعوها وتعرفوها عن مشوار الناد الأهلي في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطول الدوري أبطال أفريقيا نروح لفقرة الأخبار علشان نتكلم معكم في أخبار النادي الأهلي والبداية من عيد ميلاد النجم الكبير في الحجم والمستوى والمطولات والإمكانيات الصغير في السن طبعا هو صاحب الثلاثة وعشرين سنة هو لعبنا كابتن المنتخب الأولمبي وكابتن النادي الأهلي أكيد طبعا في يوم من الأيام إن شاء الله وهو أحد أبناء النادي الأهلي وهو كمان نجم النادي الأهلي الكابتن رمضان صبحي لاعب الفريق الأول اللي بيتم الثلاثة وعشرين سنة واللي بيحتفل وبنحتفل كلنا بيعيد ميلاده الموافقة الثالث والعشرين من يناير الف وتسعمائة سبعة وتسعين رمضان صبحي عنده مشوار طويل جدا جدا مع كرة القدم المصرية والعالمية وعلى صعيد المنتخبات سواء المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي أو منتخبات الشباب البداية وتقلق لافت جدا لرمضان صبحي في الإمارات وهنبدأ مع حضركم كده سريعا محطات بسرعة جدا على مشوار رمضان صبحي علشان تعيشوا معنا من البداية وتعرفوا مشوار رمضان صبحي إنه كان مشوار صعب جدا علشان يوصل للمرحلة وللفترة التقلق اللي هو موجود فيها حاليا رمضان صبحي بدأ تقلقه وفرض موهبته وأكد لكل الناس اللي موجودة داخل النادي الأقلي إنه هو موهبة قادرة